اشتركوا في القناة هذه قضية قضية شعوب عربية تحت الدكتاتوريات وما يزوم بشي يخلونا يفرقوا مبيناتنا السنة ولا الشيعة اذا هذه معركة متاع شعوب ضد طغاة ولا علاقة لا بالدين ولا بالطائفية اذا انا اقول لاخواننا في البحرين نحن معكم قلبا وقالبا نحن يعني نتألم عندما تتألمون ونعتبروا اللي معركتكم هي جزء من معركتنا جينا اليوم هنا قدامها السفارة هذه ليه ليش سفارة البحرين هذه سفارة نظام البحريني باش نقول لكم اللي احنا مع البحرين وضد النظام البحريني مثل ما احنا كنا مع تونس وضد النظام التونسي كل هذه الانظمة لا تمثل الا انفسها وان شاء الله في وقت من الوقات يكون عندكم لك حقيقة السفارة الشعب البحريني هنا في تونس ولو انه ربما نصل في يوم الايام الى انه لن تكون هناك سفارات في الشعوب العربية وانما ممثليات لاننا سنكون وقد نجحنا في اقامة ليس فقط الديمقراطية في كل الوطن العربي وانما اتحاد الشعوب العربية الحرة وان شاء الله الشعب البحريني الحر يكون جزء من هذه الفيدرالية للشعوب العربية الحرة الكبيرة نحن جينا هنا بشل عبروا على مساندتنا كاتوانسا وكمنظمين في تونس لاشقاءنا واخوانا في البحرين الشقيقة في انتفاقتهم من الحرية والكرامة وتنديدنا بالقمع الوحشي اللي تمارس عليهم من قبل نظام آل خليفة وخاصة ايضا من قبل تدخل آل سعود بألاف العساكر ودول اخرى من الخريج شفنا كيفاش الانظمة العربية كلها متحالفة بالأجل الاستبداد بشعوبها وذلك علاش نحن كشعب تونسي متحالفين ومتآخين مع بقية الشعوب العربية في نظالها وثورتها ضد القمع وضد الاستبداد ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة اليوم نحب نوجه رسالة إلى أشقاءنا في البحرين راهو الشعب التونسي معاكم وينجم يكون عددنا اليوم أمام سفارة البحرين قليل لكننا متأكدين كما كنا قلقل أيام من نظال ضد بن علي إلا أنه فيما بعد أصبحنا الأغلبية اليوم بسحيح نحن شوية قدنا سفارة البحرين لكني متأكد أنه قلوب التونسي الكل مع أشقاءهم في البحرين وأنه ما جدش عليهم يعني الملعوب بتاع الفتنة الطائفية اللي يحبوا ويوغفوه سواء الخليفة أو حلفاءه من باقي الأنظمة العربية المستبدة يعني قضية الشعب البحريني هي قضية كل الشعوب العربية قضية الحرية والكرامة والعدالة رسالة أخرى نوجهها لنظام البحرين ولكل الأنظمة العربية المتحالفة معها وخاصة منها اللي دخلت من أجل عسكرياً وبوليسياً من أجل مثل مساندته راهو العساكر والجيوش والقمع ما يخليش الشعوب تبطل نظال من أجل حريتها وراهو يجي نهار اللي هالعساكر هذية والجيوش هذية ما تتصمعاش قادرة أنها تتصدى لمد الشعوب المناظلة من أجل حريتها رسالة ثالثة نوجهها للقواء بين ظفرين القواء الدولية اللي شخناها كيفاش تتدخل في ليبيا لا من أجل مصلحة الشعب الليبي بل من أجل تأمين مصلحها هي وين هالأنظمة والقواء الدولية هذه في المجازل اللي تصير في البحرين وفيما يصير في السعودية أيضاً من انتفاضات أو محاولات انتفاض للسعودين من أجل حقوقهم اليوم هذية ملرة أخرى يتأكل نفاق القوات الدولية هذه وكيلها بمكيالين كلما تعلق الأمر بمصلحها رسالة رابعة للشعب التونسي راهم يجدش عليكم الألعاب متع التقسيم والفتنة الطائفية راهم المنتفضين في البحرين منتفضين لا من أجل فتنة طائفية بل منتفضين من أجل حقوقهم وحريتهم ومن أجل كرامتهم ومن أجل عدالة هذه الرسائل الأربعة اللي حابيت نجي نوصلها اليوم قدام سفارة البحرين بسم الله الرحمن الرحيم يعني أتينا هنا من تونس ملهمة الثورات لنعبر عن تضامننا اللامحلود مع أثواننا في البحرين ونؤكد مرة أخرى أن حرار تونس لا يفرقون بين الشيعة والسنة ولن ينخدعوا إن شاء الله لن ينخدعوا بهذه الألعاب الأعلامية والألعاب الدولية ومن هنا من تونس نثبت بأننا أخواننا في البحرين نتضامن معهم تضامنا لا محدودا في ثورتهم ثورة الكرامة وثورة الحرية ونعبر عن سخطنا على بعض الوسائل الأعلام التي كتمت صوت الحقيقة والتي حاولت أن تلتف على ثورة الشعب البحريني بدعوة أنها طائفية وأنها ثورة شيعية من تونس نعبر عن تضامننا مرة أخرى وأننا لا نفرق لم نسأل في ثورة ليبيا عن شعب ليبيا هل كان سنياً أم شيعياً ولم نسأل عن ثورة اليمن هل كان زيدياً أم شافعياً وكذلك أخواننا البحرين معهم معهم دائماً إلى إسقاط نظام آل خليفة والسلام لا سنية لا شيعية وحدة وحدة وطنية لا سنية لا شيعية وحدة وحدة وطنية وحدة وطنية أجاباني وحدة وحدة وPI وحدة 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 وظة وحدة وحدة asown هذا الأمر كان مذ wieM هم فعل وحدة وحدة لت انشاء فده وطنية وطنية باتات وطنية يملأ ي Lustعون هنا ان تอกحظ تليم باتات وبتال خدمة اخت